الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بشر فقال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شرزية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة أما بعد فنتناول في هذه المحاضرة فقه الآذان والإقامة الآذان لغة الإعلان قال تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العيل إنكم لسارقون والآذان والإقامة ضابطان لأداء صلاة الجماعة في الإسلام ولهما أهمية قصوى لأنهما علامتان على إسلام القوم أيضا ونداءان ينفر منهما الشيطان أقبح نفور فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضر الرجل لا يدري كم صلى متفق عليه وهما أي الآذان والإقامة وقتان لا يرد فيهما الدعاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة وقت لا يرد فيه الدعاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة فادعوا والعلماء اتفقوا بالإجماع على أن من صلى قبل دخول وقت الصلاة لغير الجامع في السفر فإن صلاته لا تصح سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ سواء صلى كل الصلاة أو بعضها ومن أكل بعد الفجر أو قبيل المغرب يبطل صيامه إذن يتعلق بالآذان عبادات مهمة كصحة الصلاة والصوم ومن هنا وجب الاهتمام بهما واتفقه فيهما ربما يقول البعض ما لنا وللآذان والإقامة وقد حددت أوقاتها وقد علمت ونحن نمتلك الساعات ونعرف المواقيد إن الفقه يعتني بتعليمك أيها المسلم كيف تحدد مواقيد الصلاة من غير الرجوع إلى الساعة اليد والتواقيد الرقمية بل للنظر للشمس والظل والليل والفجر الحديث عن أحكام الآذان والإقامة يأتي في النقاط التالية الآذان وفيه صفته أي سيع الآذان وحكمه ووقته وشروط الآذان أما الإقامة ففيها حكمها ووصفها أولا الآذان وعند الحديث عن فقه الآذان ينبغي معرفة النقاط الآتية ما صفته أي ما صيغ الآذان هل للآذان أكثر من صيغة وما حكمه وما وقته وما هي شروط الآذان أما صفة الآذان أي صيغ الآذان فللآذان أربع صيغ عند فقهاء الإسلام فربما يظن المسلم المقيم في ناحية من بلاد المسلمين أن كل المسلمون يؤذنون بصيغة بلده فقط ويجهل أن للآذان أربع صيغ فيها بعض الاختلاف البسيط وهذه الصيغ الأربعة هي آذان أهل المدينة وآذان المكيين وآذان الكوفيين وآذان البصريين أما الصيغة الأولى وهي صيغة آذان أهل المدينة وفيه تثنية التكبير وتربيع الشهادتين وباقيه مثناء فيقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أي أربع مرات أشهد أن محمدا رسول الله أي كذلك أربع مرات والباقي تثنية أما الصيغة الثانية وهي آذان المكيين وفيه تربيع التكبيرة الأولى والشهادتين وتثنية الباقي اختلاف آذان المكيين عن آذان أهل المدينة أن أهل المدينة يبدأون بالتكبير مرتين ويربعون الشهادتين أما آذان المكيين ففيه تربيع التكبير الأول والشهادتين معا وتثنية الباقي أما الصيغة الثالثة وهي آدان الكوفي وفيه تربيع التكبيرة الأولى وتثنية الباقي وهو الأشهر وهو الذي يؤذن به في مصر وفيه يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما الصيغة الرابعة وهي آدان البصريين وفيه تربيع التكبيرة الأولى كحال الكوفيين وكحال المكيين وتثليث الشهادتين وتثليث حي على الصلاة وحي على الفلاح فعند النطق بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ينطقونها ثلاثا وعند حي على الصلاة ينطقونها أيضا ثلاث مرات هذه هي الصيغ الأربع للآذان في الإسلام أشهرها كما قلنا آذان الكوفيين وهو الذي يؤذن به في مصر وأما حكم الآذان فالآذان عند جمهور العلماء سنة مستحبة للفرائد في حق المنفرد وللجماعة أيضا أي أن الإنسان المنفرد إذا أراد أن يصلي وحده صلاة من الصلوات المفروضة فيستحب له بشدة أن يؤذن لهذا الفرد ويوقهم لهذا الفرد أما الإمام مالك الظاهرية فيتفقوا على أن الآذان فرض في حق الجماعة وسنة للمنفرد وهذا الذي أميل إليه لما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لا يغر وإذا لم يسمعه أغار أي إذا سمع النداء لم يغر على القوم لعلمه بأنهم مسلمون وإذا لم يسمع الآذان في وقت الصلاة أغار عليهم وهكذا أمر قادة جيوشه فلو لم يكن الآذان فرض لما عينه النبي صلى الله عليه وسلم علامة على إسلام القوم لذلك أرجح قول الإمام مالك والظاهرية على أن الآذان فرض في حق الجماعة وسنة للمنفرد أما وقت الآذان فقد أجمعوا على أن وقت الآذان هو أول وقت دخول الصلاة ولا يجوز قبل وقت الدخول أبدا ما عاد صلاة الصبح فإنه مختلف فيها فذهب مالك والشافعي إلى جواز الآذان قبل الفجر وتكراره مما يعين المسلمين على التنشط والاستعداد والاستيقاظ لصلاة الفجر وأما أبو حنيفة فمنع ذلك وأعد حكم الآذان للصبح كغيره من الفروض وذلك منعا لللبس وهو الأولى أي ربما ظن أحدهم أن هذا هو الآذان الأخير للفجر لو أن للفجر مثلا أذانين ربما استيقظ أحدهم في الآذان الأول وهو لم يكن وقت دخول الصلاة فيصلي الفجر قبل وقته ويصلي الصبح قبل وقته منعا لهذا الالتباس فهب أبو حنيفة والأحناف إلى أن حكم آذان الصبح كغيره من الفروض أي لا يجوز الآذان لصلاة الصبح إلا عند دخول وقت الفجر الصادق ولقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مواقيت الآذان وما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب وكيف نفرق بينهما وأما شروط الآذان فيتعلق بشروط الآذان سبع مسائل أولها رجلان أحدهما يؤذن والآخر يقيم هل في ذلك بأس؟ الجمهور على جواز الأمر أي أنه لا يشترط أن يكون المؤذن هو المقيم بل يجوز أن يؤذن أحدهم ويقيم الآخر من غير ما بأس في ذلك والأمر جائز بلا خلاف أما المسألة الثانية وهي الكلام أثناء الآذان هل يبطل الآذان إذا تكلم المؤذن أثناء الآذان مع أحدهم بصوت منخفض المسألة؟ الجمهور على جواز الكلام أثناء الآذان ولكن للضرورة كأن يكون عنده طفل فيبعده أو يكون هناك شيء طارئ فينبه عليه ويكمل الآذان المسألة الثالثة في الطهارة للآذان هل تجب؟ هل يجب أن يكون المؤذن طاهر مغتسل ومتوضع؟ أم لابد أن يكون مغتسل فقط؟ أم يجوز الآذان من غير اختسال أو وضوء؟ الجمهور على جواز الآذان بغير الطهارة الصغرى مع تقديم المتوضع من باب أولى فماذا عن الطهارة الكبرى؟ فيها خلاف وعلى أي حال؟ فالأحوط والأولى أن يؤذن المتوضع فإذا لم يوجد متوضع أو مغتسل يؤذن الإنسان وهو جنب ولا حرج لأن هذا الآذان هو إعلام بوقت دخول الصلاة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أما المسألة الرابعة هل يجب التوجه للقبلة أثناء الآذان؟ هل يجب أن يتوجه المؤذن ناحية القبلة وهو يؤذن؟ لا الجمهور على عدم اشتراط ذلك ربما كان الهواء آت من ناحية القبلة وإذا أذن في ناحية القبلة يرتد الصوت إليه ولا يصل إلى أحد فيتجه يمنة أو يسرة أو إلى الخلف المسألة الخامسة هل يستحب وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن؟ جرت عادة المؤذنين أن يفعلوا ذلك وهذه سنة مستحبة وردت من أفعال كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم المسألة السادسة هل يستحب الآذان في الصفر؟ نعم فالجمهور على استحباب الآذان في الصفر للحديث الذي قلناه في مقدمة هذه المحاضرة خاصة للرعاة وأشباههم لأن الله عز وجل يباهي بهم ملائكته أما المسألة السابعة في ماذا يقول من سمع الآذان؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحي علتين أي في قول المؤذن حي على الصلاة وفي قوله حي على الفلاح فيقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله أيها المستمعون الكرام كان الصحابة رضوان الله عليهم يغيرون من أن يذهب المؤذنون بالأجر فذهبوا إلى رسول الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يؤذنون ويأخذون أجر الآذان قال إذا سمعتموهم فقولوا مثل ما يقول فإذا انتهوا فادعوا يستجب لكم إذن فالإنسان إذا ردد الآذان ودعا بعد الآذان يستجب له ويأخذ مثل أجر المؤذن إن شاء الله انظروا كيف كانت الغيرة والغبطة ثانيا الإقامة فالإقامة سنة مؤكدة عند الجمهور مثلها مثل الآذان إلا عند السادة الظاهرية فقالوا هي فرض أما صفة الإقامة فهي عند مالك والشافعي أن يؤثني في التكبير ويفرد الباقي إلا في قوله قد قامت الصلاة فيكررها مرتين هذه ليست هي الصفة الوحيدة المتفق عليها ولكنها المشهورة والمعمول بها في أغلب بقاع بلاد المسلمين وفي أغلب الأزمنة وفي أغلب الأزمنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين محاضرات في الفقه الإسلامي عمر أبو الخير